هذا القمر اللي انطلق بالامس كان بمثابة يعني انجاز انجاز بينضم الى الانجازات التاريخية المصرية لانه ليه طبعا يعني مويزات عديدة جدا ويمكن حضراتكم معايا على الشاشة شايفين لحظة انطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 واللي هيحل محل لامر الصناعي 201 واللي هينتهي عمره الافتراضي في 2028 وبالتالي كان لوجود الامر الصناعي 301 اهمية كبيرة جدا في هذا التوقيت واللي طبعا صرح بيها الاستاذ احمد انيس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بالعديد من المويزات لهذا القمر واحدة من هذه الامكانيات واحدة من هذه المويزات للقمر الصناعي بانه طبعا هيعمل على توصيل طبعا انطاق التغطية اكتر لدول القارة الافريقية ودول حوض النيل وبالتالي هيبقى فيه تواصل اكبر مع دول شعوب طبعا القارة الافريقية واللي بتعمل عليه طبعا القيادة السياسية منذ توليها ومنذ اول يوم على تحسين وتعميق العلاقات مع طبعا الدول المجورة وعلى الخارجية طبعا مع دول حوض النيل هنلاقي انه توسيع هذه العلاقات بيأتي فيه محله في وقتها فبالتالي هيبقى فيه تغطية اكبر دي اول يمكان ميزة لكن امكانيات موقفتش لحد هنا انما هنلاقي كمان لهذا القمر الصناعي من المزايات واحدة من المزايات المهمة جدا ليه هي انه هيبقى فيه تغطية للانترنت وتوسيع شبكة الانترنت بحيث انه يوصل الى كل محافظات جمهورية مصر العربية يعني النهاردة هنلاقي في كل محافظة وفي كل كفر وفي كل قرية وفي كل مكان النهاردة عندنا هيوصل الانترنت بشكل كبير وبشكل اسرع البطء اللي كنا ممكن نكون بنعاني منه في لحظة من اللحظات مش هيكون موجود بالتالي لانه هيبقى فيه تغطية فضائية احنا كلنا عارفين انه فيه طبعا كابلات الانترنت اللي بتكون تحت البحار وكنا بنعاني اوقات من انقطاع شبكة الانترنت في لحظة من اللحظات بتوقف اعمال كتيرة ويعني مهن كتير كانت بتوقف بسبب الانقطاع ده او البطء ده لكن الامر الصناعي ده هيساهم النهاردة في سرعة الانترنت ووصوله لكل مكان وبالتالي احنا النهاردة بيتزامن ايضا مع شغل الدولة فيه تحسين طبعا المعيشة لكل قرى ونجوع مصر في كل مكان حياة كريمة عارفين ادي بتشتغل المشاريع الضخمة دي عشان تشتغل محتاجة انترنت وبالتالي نهاردة القامل الصناعي هيساهم في ده وهنقدر ان احنا نحسن التغطية كمان هذا القامل الصناعي النهاردة يعني هيكون فيه خدمة فضائية بتزامن وبتتكامل مع الامر طيبة واحد وبالتالي هيبقى فيه طبعا تغطية فضائية لأول مرة ودي حدث فريد من نوعه عندنا تفاصيل كتيرة جدا خاصة بهذا القامل الصناعي اللي يعني بيعد انجاز مهم جدا فتحية كبيرة جدا لكل القادة والقيادة السياسية بالتحديد لكل المصريين والمسؤولين مبروك عليكم انطلاق هذا القامل الصناعي اللي فعلا هيبقى نقلة حضرية جديدة جدا وبتعطينا الثقة فيه ابناء مصر والمصريين قد قادرين على انهم يعني تول الوقت يبقى فيه تطور وفيه نقلة تكنولوجية بتواكب عصر التطور وبالتالي هذا الامر هيبقى يعني بيواكب عصر الجيل الثالث من الامر الصناعية كنا دايما نقود نقول دول اوروبا ودول يعني العالم الاخر النهاردة احنا بنواكب كل الدول النهاردة في السرعة وفي التقد وفي التطور هذا الانجاز بيضاف الى مجال التكنولوجيا والاتصالات وكل المجالات النهاردة اللي هتحتاج الانترنت بشكل كبير فعشان كده تحية كبيرة عليكم هذا القامل لكن انا عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا وانا بتابع انطلاق هذا القامل ويعني جه في بالي شريط من الزكريات رجعت بسنين كده الورا وافتكرت في لحظة من اللحظات كان المصريين قد ايه يعني عندهم فرق كبير جدا ما بين الشروق والغروب هذا يعني القامل بيمثل لنا شروق شروق جديد جدا لينا يعني النهاردة يوصل لنا الرسالة الاعلامية في كل مكان ويحسن وصول البس الاذاعي والتلفزيوني في كل مكان في وقت ملاقات كان بيحكمنا الاخوان والجماعات الارهابية وخفافيش الظلام اللي حاولوا انه هم يقطعوا النمر وطبعا البسة عن مدينة الانتاج الاعلامي ويمنعوا وصول هذه الرسالة الفرق كبير جدا الفرق كبير جدا ما بين النور والظلام الفرق ما بين الشروق والغروب الفرق ما بين العلم والمعرفة والجهل خلينا دايما طول الوقت يعني فعلا بنتقدم بوحدة المصريين وقوتهم اللي هتفضل واحدة وإيد في إيد بنبني ونعمر في هذه الأرض اللي تستاهل مننا الكثير طول الوقت بنفتح مع حضراتكم نهار جديد على إنجاز جديد كل يوم بنشوف مع حضراتكم إنجازات فعلا بتقدمنا لقدام خطوات كثيرة جدا ما شفنا هاش يمكن من 40 و50 سنة فاتت عشان كده هنفضل وثقين في القيادة السياسية الحكيمة بوعينا وبإيدينا اللي هتفضل في إيد بعض مشاهدين الكرام تعالوا نسمع أغنية ونركع لكم مرة تانية